أول إنتاج لك سينمائي أشنا ممكن تقول لنا صراحة أول حاجة شكرا مزاف على هذه الاستضافة هذه وأنا فرحا ومتحمس على هذه الاكسبرينيونس اللولياء هذه التجربة هذه عندي إحساس جميل لأن معي عمر لطفي اللي هو المخرج وممثلين اللي غنيين عن التعريف كلهم عمر لهم دائما كنبغيوهم وعندوا نعطوا الخدمات التي هي خيالية عن حب حتى أن كيف حرموا وكيف حرموا اخر يكونوا يحاولون لما كان هناك تحدقة قلت الثاني يقول لنا كل شيء هو معك وكل شيء سهلا تكون في كل فيلم لأن كيف حدوه به دستار ولكن الحمد لله هو شيء مزيان وأنا ممتع جداً كما يقولون الفرق ما بالإنتاج الغنائي والإنتاج في السينما؟ ومن ناحية الفرق الذي هو كاين من الذي يكون أنا كنتنتج في الموسيقى يكون دائماً إما تكون الشركة أو الشركة بشركة بشركة مثل يونيبرسل أو ورنر أو السوني أو هذا فهذا أنا كنتم أنه هو بحل عمر لطفي كان من الإنتاج الموسيقى أو البروديكسون دي الموسيقى وكان كنتم أن نتعرض من الموسيقى لشيء مايجور وفي هذا الحال للعكس دائما عمر لطفي وليخدام لكي أنا غير البروديكتور دي الموسيقى وفي هذا الحال للعمر لطفي هو الدور لي أنا في الموسيقى كان صاوب الموسيقى وهو كي صاوب الفيلم وأنا هو المنتجة أنا هو ذيك الليبل لا الفلوس انت مو الفلوس نوعاً ما يصف وحاجة أخرى هي والآراء ديالي صراحة أن أعطيت المسؤولية كان عندي تثيقة كاملة في عمر لأن إنسان ضابط وفي سنين أنا كنعرفوه كصديق وفان ديالو كممثيل وعادة دي ما كنتم تبع لإنتاجات ديالو غير كان يصوبهم كوريملي في التليفون قبل ما ينتجي حاجة كبيرة بحل الفيلم هذا فليهذا كانت تي قديري عندي كاملة فيه أن نعطي له هذه المسؤولية هذه وأخا تجربة لوليات ديالي وأنا آمنت بالطالون ديالو آمنت بالشخصية ديالو بالصدقة ديالنا شوانا لا أخفتاني؟ صراحة ليس لدي لا أخف ليس لدي أخف من أن أشعر عندما أكون أحسسا عندما أريد أن أأنني محر لن fragen أسماء أو أي شيء إذا لم أكن أعتقد��도 أم كان أجل لن أتساطي لم أكن أفعله كل محر هناك من أشعر فأنا أصبح أكبر فرصة ولكن إذا لم أشعر بها فأناo لا أعلم شيء هذا هو العكس لهذه القضية أنه في حالة عمر لطفيك كنت تتايق فيه لأنه كان لديك شي مخير دائما كان إحساس جميل من ناحية ديالو وفي نفس الوقت كما قلت لك أن إنسان ضابط وإن يكون الفان ديالو كممثل والخبرة ديالو ديال السنين زائد المسائل التي يوريها لي كانت كاملة تدل على الإنسان كي يعرفش كيف يدير من ناحية ديال الإخراج فلذا ما كنتش دهشان وما كان عمرك خفنا من الفاشل لأن الفاشل هو واحد قوة للحاجة جديدة فلذا إذا بمعنى نتقت بهذه ديالو فما عنيش المشكلة نعتبر هذا الدخول الأول لك وإن شاء الله ما يكونش الأخير؟ بالضبط متافق معك إن شاء الله ما يكونش آخر لأن ديما كانت عندي فكرة أن ننتج أفلام عالمية ولكن قلت لازم واحد يبدأ بالدولة ديالو بدأ بالمغرب لأن أنا مغربي وفخور وعندي حلم اللي هو ترسونيل هو لا هو المغرب الفيلم المغربي يوصلش هي حاجات اللي هي قدر تكون عالمية ما كان منعنيش أنه الفيلم هذا يوصل عالمي ولكن إن شاء الله نحاولونا نوزعه في العالم العربي وذلك كامل وفي بعض الدول الأخرى ولكن باقي عندي أمل ليس أمل عندي حلم إن شاء الله اللي ننتجو مسائل اللي تخرج على الصعيد العالمي من المغرب سوف نبعدك على الفيلم وسوف نبعدك على المنتج الذي هو معروف الذي هو ديدي وما هي المتبعات القضية؟ صراحة المتبعات قليلة ذلك الشيء يتعلم عندما ترى أن هذا العالم هذا كائن فسط الموسيقى فسط الإنتتينمنت يتعلم لأنه لا يخصوش يكون وكان يقول الحمد لله لأنا ربي يبعدني على هذا الشيء كامل لأنه كنت فسط العالم ولكن ربي كان بحال هذه الدعوة الوالدة إني الله يبعد يكون الحرام وهذا الشيء كامل هذا الشيء كنت أحس به لأن دائما عمري هذه الحفلة كنت تعرض لهم يمكن حتى تعرفون مكان شرب مكان كمين الله أعلم ولكن الحمد لله ربي يحفظك وصافي ماذا تأخذ درائي ديالليلة في الأعمال جيالك؟ دائما دائما لأن المرأة هي المرأة هي الشريكة اليومية في كل حاجة لأنها تكون عندي غير فكرة كنت أقول ماذا نظر لك وصراحة عندي ما أقول بعض المرأة لم تكن تبعها كلام دائما لم تكن تبعها والله العظيم صراحة المرأة هي أهم حاجة في الأسرة أهم حاجة في العائلة هي الأم لأنها تكون هي كل شيء ونفس الشيء فالزوجة مهمة تقولك الصراحة لا تقولك شيء التي تريد أن تسمعها عندك تشوفها عندك شيء يقول لك بحقها أبا عمريكي يقول لا أنت ما عارفها لا وكانت خطاف فيها دائما صراحة فليها نأخذ رأي دائما دائما كم بغيكم بزاف وديما المغرب والله ينسر صيدنا الله ينسر كم بغيكم باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر